طيب حاجة تانية قبل مطلع لفاصل نهاردة الاتحاد المغربي بعد عدة اجتماعات جدد الثقة في وليد الريكراكي المدير الفني لمنتخب المغري ده شيء طبيعي انا قلت قبل جد أحدش يقارن فشل اتحاد الكرة ده بالاتحاد المغريبي او الاتحاد السنغالي ادامكم على الشاشة هو الجامعة اللي هي الجامعة المغربية الاتحاد المغريبي تجدد ثقتها في وليد الريكراكي مدربة للمنتخب الوطن وقال التفاصيل واجتمع مع الراجل وناقش مع الإيجابيات والسلبيات هو فعلا وليد الإقراكي مشروع في كأس الأمم بس هو كان عنده مشكلة أنه شغل نفسه بتفاصيل برا الملعب فعشان جده المنتخب المغربي ما قدرش يركز في البطولة وخرج من دور الستاشر ولكن في البيان ده في سطر مهم جدا لفت انتباهي وقت ما طلع هذا البيان المغرب قالت في وسط البيان أن كأس الأمم في صيف عشرين خمسة عشرين وده الأول مرة بشكل رسمي الجامعة الملكية تعلن رسميا أن الكأس الأمم في المغرب عشرين خمسة عشر في شهر ستة وسبعة اللي هو الصيف وده هيواكب إقامة كأس العالم للأندية في الفترة من خمسة عشر ستة لتلات عشر سبعة ده تضارب جديد ما بين كأس الأمم وكأس العالم للأندية هنقشف الحلقات اللي جاية لأنه لسه فيه تفاصيل مهمة ولكن أتمنى يتم تضارب الأمر من دلوقتي لكل واحد بيسمعنا في اتحاد الكرة وفي المنظومة المصرية لأن الأهل في كأس عالم عشرين خمسة وعشرين اللي هي في نفس الوقت تبقى لبيان المغرب كأس أمم إفرقية